ما فيش شك انه فيه تطور كبير وملحوظ بيحصل في قطاع السياحة وفي اهتمام بكل المناطق الاثرية والسياحية في مصر سواء في القاهرة او في المدن الاثرية والمدن الشاطئية مبارح كان فيه خبر مهم جدا وهو فوز مدينة القاهرة كعاصمة للسياحة للدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي لعام 2026 ده بيعكس حجم التطوير والشغل اللي اتعمل فيه الفترة اللي فاتت في القاهرة القديمة عشان تكون مدحف مفتوح خصوصا انه القاهرة غنية بالتنوع الحضاري والتراثي والثقافي اللي موجود فيها يعني زي ما انت قلت يا شهزي ان مصر غنية بالمدن اللي فيها جذب سياحي او عامل جذب سياحي كبير للسياح لكن لو نتكلم على القاهرة بالتحديد فهي فيها مقاومات سياحية متنوعة يعني مثلا هتلاقي فيها السياحة الاسرية عندك طبعا مناطق اثار الجيزة وسقارة وبصير وضغشور وميترهينة وغيرها كثير من المناطق الاسرية عندك كمان السياحة الدينية القاهرة فيها اهم مواقع طراث الديني زي منطقة مجمع الاديان مساجد الحاكم بأمر الله الازهر ابن طلون ده غير مصار رحلة العائلة المقدسة بالقاهرة واللي بيتضمن شجرة مريم العزراء في المطرية وكنيسة السيدة العزراء مريم بالمعادي وكنيسة ابي سرجة في مصر القديمة كمان القاهرة مقصد ثقافي بامتياز يعني فيه متاحف زي المتحف القومي الحضارة المصرية بالفستات المتحف المصر الكبير والمتحف الابطي وقالة صلاح الدين وفيه كمان شراء المعز والجمالية والغرية ومراكز الثقافة والابداع المنتشرة في هذه المناطق لمحبي التنوع السياحي والثقافي والاثار الموجودة بالقاهرة الكبرى احنا النهاردة هيكون معنا فقرة عن التنوع السياحي والثقافي الموجود في القاهرة والتطوير الكبير اللي حصل فيه المواقع التراثية في الفترة اللي فاتت نتكلم عنها بالتفصيل في خلال الحلقة النهاردة فتابعونا مرة تانية بنصبح لحضرتكم واهلا بيكم في صباح الخير يا مصر